موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامج بالمرمو على تقديمي عبدالله الدرويش البداية كالعادة مع العنوي في مواجهة الفرص الضائعة الاهلي يعادل غرافة ويقترب من التاهل الى الدور الثاني من دور ابطال ياسر لماذا يتصدى باصريح لمهمة انقاذ القادسية كل موسم و هل سينجح هذه المرة المدرب ضيف في المرمو اكثر من عشرين الف مصوت يطرحون رأيهم حول تدهور مستوى الهلال في الفترة الاخيرة التونسي بل القاسم قاد اربعة فرق لدور المحترفين ويستعد لاعادة الوحدة في لقاء خاص مع العربي في سلسلة موندياليون المغربي كوماتشو يؤكد قدرة منتخب بلاده على تكرار إنجاز ستة وثمانية حياكم الله في اطار الجولة الرابعة لدور ابطال ياسيا شهدت المجموعة الاولى تعادل الاهلي السعودي امام ضيفه الغرافة بهدف لكل فريق وفي هذه المجموعة ايضا تعادل الجزيرة الاماراتي امام مضيف تراكتور الايراني وفي المجموعة الثالثة تصدر السد بتغلبه على نساف بأربعة هداف دون رد بينما تعرض الوصل لرابع هزيمة امام بيروتزي بهدف دون رد وشهدت المجموعة السادسة ضمان شنغهاي الصيني لبطاقة التأهل للدور الثاني بفوزه على ألسان الكوريا الجنوب فيما تفوق ميلبورن الاسترالي على كوازاكي الياباني بهدف دون رد وفي المجموعة الثامنة وضع سون الكوري حد لمسيرة شنغهاي شينهو الخالية من الهزائم بالتفوق عليه بهدفين دون رد فيما تابع كشيم الياباني صدارت المجموعة بتعادله امام سبن للمباراة الثانية على التوالي يتعادل الاهل والغرافة وبذات النتيجة هدف لكل فريق الشباك راقبت بصمت في أول 45 دقيقة من مباراة الاياب في جدة الإيراني مهدي تارمي نجح بتسجيل هدف الأول للضيوف في الدقيقة السادسة والخمسين الرد الأهلوي احتاج إلى دقيقتين فقط وحمل بصمة المصر مؤمن زكريا الذي سجل التعادل في الدقيقة الثامنة والخمسين هنا توقفت قصة الأهداف وحضرت فرص ضائع بالجملة النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى ثماني نقاط مقابل خمس نقاط الغرافة والجزيرة الإماراتي قبل مبارتين من ختام دور المجموعات فيما يأتي تركتور الإيراني أخيرا في هذه المجموعة بنقطتين فقط وحيد رزق المصري العربية وعن مواجهة الأهلية الأسيوية ينضم إلينا من الرياض تركيا العواد الدكتور واللاعب السابق أهلا بك دكتور كيف ضاع الأهلي الفوز اليوم أمام الغرافة دكتور هي المباراة امتداد للمباراة الماضية نفس تقريبا السيناريو الهلال الأهلي يبدأ المباراة بشكل بطيء يسيطر الغرافة على الشوت الأول ويضيع كثير من الفرص يعود الأهلي في الشوت الثاني ويضغط ويحاول أن يسجل طبعا المشكلة الأكبر موجودة عند الأهلي أنه ما عنده رأس حربة وهذا يعني واضح السومة مش موجود مهند مش موجود ما في رأس حربة تقليدي ممكن يساعد الفريق في التسجيل لكن للأمانة مباراة مقبولة للأهلي نشوف كثير من جمهور الأهلي غرباني وزعلاني من نتيجه وكان بإمكانهم أن ينهون المباراة حتى المباراة الماضية كان بإمكانهم أن ينهون المباراة ويسجدون في آخر مباراة ويأخذون ثلاث نقاط ولكن هذه البطولة الآسيوية الشيء الجميل في الأهلي أنه حافظ على تنظيمة ما اختلف مع تغير اللاعبين مع تدوير المدرب لعدد من اللاعبين إضافة لأنه الآن متصدر يكفيه نقطة فقط من المباراة القادمة على شرط أنه يعني الريان أو الغرافة والجزيرة واحد منهم يفوز على الثاني ما يتعادلون وفي حالة انتعادلوا يكفيه أيضا نقطة إضافية في المباراة الأخيرة فوضع الأهلي جدا رائع لكن كان فعلا ينقصه لمسة الهداف اللي قادر في ظل الارتباك الكبير لدفاع الغرافة أنه يسجل يعني مؤمن زكريا كاد يسجل فتفة لما نزل في آخر ربع ساعة وآخر عشر دقيقة كاد يسجل حسيم قهوي لما نزل آخر عشر دقائق كان نقطة أيضا قوة للأهلي ولكن بالمجمل الأهلي قاعد يقدم مستويات جدا رائعة أربع عشر مباراة متتالية بلا خسارة فعني بالنسبة لي كان مباراة مقبولة لأهلي حافظ على صدارته واقترب من التعاق طيب دكتور وش سر ضياع الفرص المتراكمة اليوم من الأهلي خاصة يعني هل هو فعلا غياب المهاجم أو أنه سوء تركيز هي الجانبين حتى الغرافة أضاع مهدي تاريمي أضاع فرصتين غير عادية عزيز حاتم أيضا كرة في القائم فالفريقين كان عندهم مشكلة كبيرة في رأس الحربة إضافة إلى مشكلتهم في الدفاع يعني الدفاع خلق فرص أكثر من اللعبي الوسط خلق فرص للفريق الخصم فالمباراة كانت مليئة بالفرص الضائعة إضافة حتى الحارسين عبد الله يعني ياسر مسلم وقاسم برهان ما كانوا في أفضل حالات مزادة والارتباك إذا نظرنا المباراة بشكل فني حقيقي نجد أن حالة الارتباك على الجميع المهاجمين والوسط والدفاع وحتى الحراس كان في تمريرات بالجملة خاطئة كان في تمريرات يعني تسببت في هجمات حكسية على الفريقين بالذات الأهلي كان عنده مشكلة لما نزل مليئين طبعا بعد إصابة مجرشي مع دي سوزا اللاعبين قريبين من بعض أسلوبهم بطؤهم فهذا ساعد فريق الغرافة على الاختراق مع العمق لكن الأهلي أيضا عنده مشكلة في الفردية بالذات فلما نزل شوتاني كان فردي زياد على لزوم كان بإمكانه يصنع مؤمن زكريا أيضا يحب يسدد على المرمى ويحب يلعب على المرمى يعني المؤشر وحتى صالح العمري اللاعبين تقريبا الثلاثة والأربعة اللي لعبوا في الوسط والوسط المهاجم والهجوم كانوا فرديين أكثر من اللازم ما فيه اللاعب اللي يقدر لما نزل حسين قهوي لا بدأ يلعب اللعب الجماعي فنعتقد الفردية هي السبب الأكبر لعدم تسجيل الأهلي أكثر من هدف في هذه الموبارة تركي كيف شايف الأدوار الدفاعية اللي يقوم فيها ميليغين ومعتزها وساوي يعني ينفذون أدوارهم بأكمل وجهة وأنه فيه ثغرات فعلا بينهم أحيانا تسبب يعني اليوم شفنا أكثر من انفرادها للغرافة كادة تسجل هدف يعني خاصة في الشوت الأول كيف شايف أداءهم وانسجامهم مع بعض هي المشكلة أنه المدرب يغير بشكل كبير هو لو ثبت معتز مثلا مع ميليغين اليوم ميليغين نزل بعد إصابة مجرى الشيء كمحور ما نزل حتى كقلب الدفاع لعب مع بلغيث فالتغييرات الكبيرة في قلبين الدفاع هذه مربكة للفريق خصوصا في الفترة الأخيرة نعرف الأهل يعانى لفترة طويلة من أنه قلبين الدفاع دائم يتغيرون مدام عندك ميليغين لعبة مع معتز بشكل مستمر وحاول أنك تجد محور آخر غير ميليغين يعني هذه أصلا تجبته ميليغين لأنه عندك هالمشكلة في قلب الدفاع فأنا أوافقك أنه اليوم ما كان فيه حتى عقيل بلغيث لعب مع مع معتز وليوم ما كان فيه تفاهم كان فيه تمريرات للخصم بالجملة إضافة إلى وجود ميليغين مع كلاتمير ديسوزا غلطة كبيرة لعبين يشبههم بعض في أداءهم في أسلوبهم في تحركهم البطيء فلازم يكون مع ديسوزا لاعب قادر أنه يتحرك ويكون نشيط حسين قهوي واحد من اللاعبين الرائعين اللي ممكن يقوم في هذا الدور لذلك أنا معك المفروض أنه المباريات القادمة إلى نهاية الموسم يلعب ميليغين في قلب الدفاع مع معتز على الأقل ممكن يكون بينهم التجانس اليوم شفنا يعني مهدي تاريمي ينفرد بشكل كبير بشكل واضح أنه في مشكلة في العمق الدفاعي ومشكلة أيضا في محاور الارتكاز أنهم بطيئين فميليغين مكانه في قلب الدفاع وافقي طيب دكتور يعني الأهلي أصبح يملك شخصية ترى أنه يملك شخصية قوية في هذه البطولة يعني تجد أن الأهلي فريق فعلا بدأ يفرض شخصيتها على هذه البطولة من الممكن أن يصبح بطلها على الأقل حتى الآن أو أنه عنده بعض المشاكل اللي لازم يعالجها لا كبطل صعب يعني مجموعتها أعتقد أنه يعني الحسن الحظ مكانت من مجموعات القوية اللي ممكن ترهق الأهلي بشكل كبير حتى مبارات اليوم مش من المباريات اللي مرهقة اللي الأهلي بيدفع ثمنها في مبارات الرائد لكن أنه الأهلي يواصل في ظل عدم وجود السومة مع الفريق في دور الستعاش في المبارتين القادمة مهند سيغيب أيضا في دور الستعاش لأنه بيكون أحد لعبين المنتحب وعدم وجود المهاجم إضافة إلى المشاكل الكبيرة في الدفاع اللي قاعد الأهلي يدفع ثمنها وعدم وجود المحور المتقدم اللاعب النشيط اللي ممكن يلعب مع ديسوزا فتصور الأهلي ما زال عنده مشاكل لكن لحسن حظ الأهلي أنه عنده لعبين على أطراف غير عاديين قادرين يخلقون الفرص وممكن تكون هذه فرصته للوصول عن طريق لعبين الأطراف بالذات لما تكلم عن عبد الفتفا عن فتفا عن أيضا المؤشر وصالح العمري ومؤمن زكري اللاعبين الموجودين هذه فقط يحتاجون للعب الجماعي مع بعض أكثر لكن أنه يصل الأهلي للنهائي أو يحقق البطولة أعتقد أنه صعب مبكر يعني الحكم الموسم القادم الأهلي أي؟ الحكم مبكر والميزة للأهلي قادر في الموسم القادم أنه يستقطب لعبين ممكن يساعدون على تحقيق البطولة صحيح من الرياض تركي العواد اللاعب السابق شكرا جزيلا لك وقفة ولا نعود معكم لنتابعة في المرمى وفيه لماذا يتصدى باصريح لمهمة إنقاذ القادسية من الهبوط كل موسم قال سينجحوا هذه المرة المدرب ضيف في المرمى أكثر من عشرين ألف مصوّت يبحثون عن إجابة حول سبب هزائم الهلال حياكم الله من جديد مع اقتراب الدور السعودي من نهايته يكرر القادسية دخله في صراع البقاء وعدم الهبوط ويعود أيضا المدرب باصريح لتولي المهمة للموسم التالي وهو الذي تعاقدت معه إدارة القادسية مطلع الشهر الماضي قبل أن نستضيفه هنا قراءة في مسيرة القادسية معه منذ عودته إلى دور محترفين موسم 2014-2015 واجه القادسية صعوبات كثيرة جعلته يتفادى الهبوط في آخر جولة من الموسم في الموسم الحالي النادي يعيش تقريبا نفس السيناريو قبل ثلاث مباراية له من الختام خاض الفارق حتى الآن ثلاثا وعشرين مباراة جمع من خلالها اثنتين وعشرين نقطة حيث فاز في خمس وتعادل في سبعين وخسر في احدى عشر كما سجل خط هجومه ثلاثة وعشرين هدفا ودخل مرماه سبعة وثلاثون أرقام ترهن استمرار الفارق القادم من الخبر في دوري الكبار بجمع خمس نقاط على الأقل في المباراية الثلاث المتبقية لديها حيث يواجه للال الجمعة القادمة في مباراة مؤجلة عن الجولة الثامنة عشر قبل أن يستضيف أحد في الأسبوع الخامس والعشرين ويسافر إلى الرياض لمواجهة النصر في الجولة الآخرة القادسية مر على إدارته ثلاثة مدربين حتى الآن بعد أن بدأ موسمه مع التونسي نصف البياوي قبل أن يفك شركته معه بعد مرور تسع جولات ويوقع مع البرازيلي باولو بوناميغو وينهي تعاقده بعد الجولة العشرين ليستنجد بالمدرب المحلي بندر بصريح حتى نهاية الموسم الخسارة الآخرة للفريق على أرضه أمام الأهلي تعد الثانية للمدرب بصريح من أصل خمس مباريات حيث خسر قبلها أمام الاتفاق وفز مرة واحدة على الباطن وتعادل مرتين أمام التعاون والاتحاد فهل يكرر ابن النادي الإنجاز نفسه مع بن قادس بعد أن نجح في قيادته لتحقيق البقاء في آخر جولتين من الموسم الماضي إلى الدمام معنا من هناك بندر بصريح مدرب القادسية أهلا بك كابتن سعيدين بوجودك معنا يعني في البداية اسمح لي أن أسألك وش اللي تغير في القادسية بين الموسم هذا والموسم اللي راح أول شي هلا بك أخي عبد الله مرحبا هلا بك شكرا لنا على الاستضافة ويعني ما أدريش كيف أبدأ لكن قد يكون الفريق مر بمراحل عدة هذا الموسم من تغيير المدربين اختياره جانب قد يكون ما جانبها التوفيق نسأل الله التوفيق في القادم بدن واحد طيب يعني ليش القادسية دائما يستعين يختاروا أنه يضطر للتوقيع معك كمدرب طوارئ حتى تنقذ ما يمكن إنقاذه هذا الشيء يعني ما يسبب لك حرج أحيانا أنه من الممكن أنك تدخل معهم في دائرة الخطر والهبوط للدوري الدرجة الأولى أول شيء أنا مش مدرب طوارئ يعني حتى تنقذ ما يمكن إنقاذ أنا مدرب ملم بالقادسية تقريبا من ثلاث سنوات ومعايش للفريق من فترة طويلة بداية الموسم كنت معهم في المعسكر بطلب من الإدارة قد أكون ملم بأحوال الفريق قريب منهم لذلك السبب يكون يعني في اختياري إني قريب من الفريق وإني يعني معاصر اللعبين في لعبين كثيرة دربتهم في الأولمبي هذا من الأسباب الرئيسية اللي خلت إدارة النادي تقريبا يعني تكلفني بالمهمة طيب هذا الشيء يسبب عليك ضغط كابتن بندر يعني أنه أنت في مهمة إبقاء الفريق في دوري للمحترفين أو أنه الموضوع بالنسبة لك طبيعي جدا ولا يؤثر أكذب عليك إذا ما راح يسوي لي ضغط أي شخص في مكاني أكيد راح يكون تحت ضغط حمل كبير كلفتني فيه الإدارة النادي كون أني أنا ابن النادي برضو يكون عليه ضغط كبير برضو يعني الواحد يحاول بقدر الإمكان أنه تعدي هالمرحلة هذه على خير إن شاء الله ويبقى الفريق لأن بأمانة الفريق ما يستاهل يكون في الموقع اللي هو موجود فيه الآن إن شاء الله يا رب إن شاء الله يعني من خلال المرة القادمة إن شاء الله نسعد كل محبين هذا النادي طيب معاناة القادسية هذا الموسم يعني كيف تصفها لنا يعني وش الأشياء اللي سببت حرج القادسية وجعلتها في هذا المركز المتأخر كرة القدم فيها التوفيق وفيها الاختيار المناسب من لعبين جهاز فني أقدر أقول لدارة اجتهدت حالفها الصواب في بعض الأشياء وحالفها عدم التوفيق في بعض الأشياء هو اجتهاد في الأول وفي الأخير اجتهاد ما حد راضي أكيد على الوضع اللي وصل فيه للقادسية لا من قريب ولا من بعيد إن شاء الله يا رب نكون يعني نحاول نصلح ما كان في السابق طيب الأدوات الموجودة الآن اللي لما جيت أنت القادسية الفريق الأول بعد بونميق وحصلتها هل هي أدوات مناسبة فعلا تساعد القادسية على تقديم مستوى جيد أو أنها أدوات لا تساعدك أبدا أنا أتكلم عن كل شيء عن الجهاز الفني عن اللاعبين سواء الأجانب أو حتى المحليين الله بالعكس يعني بإمكانيات ساعدين مدربة عن نجاح ينقصها بس التوفيق أتوقع الجميع شاهد التغير الملحوظ في مباراة فريق خلال المباراة الخمس أو الست اللي راحت ينقصنا بس شيء واحد بس التوفيق بدن واحد أحد إن شاء الله إن شاء الله يكون حليفنا من يوم الجمعة بدن واحد أحد يعني في كل المباراة اللي كنت تقود في القادسية كان المفروض أن يفوز لكن التوفيق ما كان حليفك أظن الجميع شاهد يمكن المباراة جميحة كنا في أفضل حالاتنا بس ما توفقنا ويمكن أكبر دليل المباراة مع شقيقنا النادي الأهلي قدمنا المباراة كبيرة صحيح أشاهد فيها الجميع اجتهدنا ولكن لم نوفق وهذه حال الكرة طيب مواجهاتك المواجهات القادسية القادمة مواجهات صعبة يعني يوم الجمعة مع الهلال بعدها مع أحد ثم النصر هل هذه المواجهات بالنسبة لك مواجهات صعبة جدا وأنها ممكنة خاصة أنها أمام فريقين في المقدمة وفريق أيضا ينافس على البقاء كلامك سليم وحاطينها في عين الاعتبار أمباراتنا الجاية مع شقيقنا نادي الهلال فريق منافس على بطولة الدوري راح يقابل فريق لا يستهام به واثق إن شاء الله بإذن واحد أحد يعني من إمكانات لعبتي من الأجوال اللي احنا موجدين فيها الآن إن شاء الله نقدم صورة طيبة ويحالفنا التوفيق ويعني بقدر الإمكان إن شاء الله يعني نكون في يومنا بإذن واحد أحد كيف شايف ظروف الهلال الآن بما أنك بتلعب مع يوم الجمعة هل هي ظروف مناسبة لأن القادسية يخطب ثلاث نقاط يعني بعد خسارته من الاتفاق وتقريبا خروجه شبه المؤكد من دوري أبطال آسيا يعني يعيش ظروف فنية صعبة هل هي ظروف هذه مناسبة بالنسبة لك ومدرب أنك تفوز عليهم يوم الجمعة؟ أكيد ظروف مناسبة ولكن لا تنسى أنك تلعب قدام فريق متمرس مهما يعني مهما مر بظروف الهلال لديه الإمكانيات لديه الأدوات اللي تخليه يعود بسرعة فريق متمرس على الأمور هذه مر بمراحل أكبر من كده وعاد فريق لا يستهام به سنعمل كل ما لملك لكي نطلع بإن شاء الله بتساعة نقاط بدن واحد طيب تفقد واحد من أهم اللاعبين يعني هالموسم واحد من أهم اللاعبين أكيد القادسية إلتون كيف بيكون تأثيرها؟ يعني أعتقد أنه غيابها بيكون حتى نهاية الموسم إلتون بالنسبة لنا يعني يعني يعتبر من اللاعبين مهمين في الفريق لاعب نعول عليه كثير لاعب صاحب إمكانيات كبيرة قائد للفريق ولكن يعني الحمد لله في المبارتين السابقة يعني بينا للجميع أنه إلتون غاب الموجود فيه خير وبركة إن شاء الله إن شاء الله يا رب إنه ما يكون غياب إلتون ما أثر علينا إن شاء الله بدن واحد أحد وقادرين على إجاد البديل الجاهز إن شاء الله من اللاعب اللي ممكن يعوض غياب إلتون كابتن بندر؟ شوفها يوم الجمعة إن شاء الله يوم الجمعة يعني عندك اسم جديدة أو اسم موجود من ضمن التشكيلة؟ يعني أنت معروف أنك مدرب تقدم دائما مواهب جديدة من الأولمبي هل هو اسم من الأولمبي وجديدة أو أنه اسم يعني معروف؟ نخليها اليوم الجمعة إن شاء الله طيب تصر كابتن طيب ليحتاج القادسية المباريات الجاية بخلاف التوفيق يعني أكيد أنت مدرب وعندك وجهة نظر فنية في الفريق يعني وش أكثر شي محتاج يركز عليه الفريق في المباريات الجاية حتى يبقى في المناطق الدافعة يعني لا يهبط إن شاء الله الانضباطية الجيدة من اللاعبين التركيز يعني يقدمون كل شيء في أرض الملعب عشان يعني بمانة عشان الواحد يعني يكون صريح أكثر من أول اللاعبين قاعدين يحاولون بكل ما يملكون أنهم يقدمون صورة طيبة طيب كابتن بندر يعني آخر سؤال فيما لو استمر القادسية في دور المحترفين أو هبط إلى دور الدرجة الأولى هل ستستمر مدربة للفريق الأول يعني تناقشت هذا الأمر مع الإدارة أو أنك حتى لم تناقش لا والله ما تم النقاش أبد أكيد كلنا إدارة ولعبين وجهاز فني ومحبين همنا الأول والأخير أنه الفريق يكون في الأماكن الدافعة الموسم ولكل حالة الحديث القادسية بيتي وأنا أبن من ابنها متى ما رأت الإدارة أني في حاجة أني استمرار بندر بصرح أكيد ما رأح أربط إن شاء الله شكرا لك من الدمان بندر بصرح مدرب القادسية كنت معنا أحد المدربين الثلاثة السعوديين في الدورية السعودية للمحترفين شكرا جزيلا لك مرة ثانية كابتن بندر اشتركوا في القناة موسيقى إذن مشاهدينا أكثر من عشرين ألف ومصوت شاركوا في الاستفتاح الذي طرح على حساب البرنامج في تويتر أسأل عن سبب خسارة الهلال من الاتفاق الإجابة مع الزميلة ديمة محمد السعيح عليك ديمة أهلا بك عبد الله وأهلا بكم مشاهدينا فتحت خسارة الهلال أمام الاتفاق تساؤلات عديدة حول أسبابها فبعدما كان الفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي باتت نقطة واحدة تفصل الهلال عن صاحب المركز الثاني أكثر من ألفين مصوت اعتبروا أن الغيابات والإصابات العديدة التي ضربت صفوفا متصدر ترتيب الدور السعودي كانت السبب الحقيقي لما يحدث وهي التي أثرت على مراكز القوى في الفريق وأفقدته معظم عناصر تفوقه تغيير الإدارة الفنية نصف الأزرق حل ثالثا من حيث الأهمية بالنسبة إلى مصوتي في المرمى الجماهير اعتبرت أن الصدمة لا زالت حاضرة في نفوس لعبي الأزرق بعد إقالة رامون دياز وتعيين الأرجنتيني خوان براون بديلا ترك العواد وصالح المطلق اعتبرا ذلك هو المؤثر الأساسي والحقيقي في خسارة الهلال في الدوري أكثر من 27% من المصوتين نسبوا السبب إلى عدم قدرة الفريق تجاوز تبعات خسارته للقب الأسيوي الموسم الماضي وصف بطل آسيا لم يتمكن في أربع مباريات بالمجموعة الرابعة بدور الأبطال في النسخة الحالية من تحقيق أي فوز ويحتل حاليا المركز الأخير بنقطتين من تعادلين وخسارة أكثر من 7000 مشاركا في الاستفتاء لهذا الأسبوع وجدوا أن انخفاض مستوى اللاعبين وافتقادهم للروح القتالية كانت السبب الرئيسي وراء تراجع النتائج وأوضح ترك العواد أن عملية التدوير والراحة بين اللاعبين لم يقم بها المدربون بالشكل المطلوب حتى الأجانب لم يتم الاستفادة منهم كما يجب إذن مشاهدينا نتائج التصويت كما نشاهد أفرزت حصول عامل الإصابات والغيابات على 14% من الأصوات يليه عامل تغيير الإدارة الفنية في صفوف الأزرق وحصل على نسبة 23% وبفارق 4% عن مؤشر تبعات الخسارة الأسيوية والذي حل في المركز الثاني بحسب رأي المصوتين الذين اعتبروا أن السبب الرئيسي والحقيقي لتراجع الهلال وخسارته هو انخفاض مستوى أداء اللاعبين ونال 36% من مصوتي في المرمى على تويتر هنا نختم مشاهدينا ونعود إلى عبد الله شكرا ديما والآن إلى المصري أحمد الشيخ المحترف في نادي الاتفاق الصعودي والذي يسجل حضورا مميزا مع فارس الدهناء التقاه الزميل أحمد الرايكي من بلاد محمد لطيف وربيع ياسين ولطفي لبيب وعلي الحجار وحسن عبدين وغيرهم الكثير من المشاهير جاءت من بني سويف موهبة أخرى أحمد الشيخ صاحب الصراع الشهير على اقتناصه بين قطبي مصر الأهل والزمالك انتهى بارتدائه الفنلا الحمرة لعب مع الأهل قبل أن يتم إعارته لناديه مصر المقاصة ومعه حقق لقب الهدف ثم دخل قفص الزوجية فترة الانتقالات الشتوية الحالية شهدت انتقال الشيخ إلى الاتفاق الصعودي على سبيل الإعارة فكيف يقيم التجربة؟ كنت شعرف في يوم العامة أن ألعب في الدور الصعودي الحاجة التانية أنا متابع جيد للدور الصعودي بمتابع أكثر من الفريق في الدوري قبل ما أجي للدور الصعودي فشايف أن الدور الصعودي دوري قوي وفي فرق على أعلى مستوى في العيب على أعلى مستوى والمفاوضات بدأت تقريباً في 24 ساعة كل شيء خلص كل شيء تم كان الموضوع عن طريق الأستاذ خالد الدبل وكلم رئيسي النادي الكابت محمود الخطيب وهم كلموني ورجعوا لي والواحد استخرب بنا والحمد لله ربنا وفق في أننا اختار النادي الاتفاق كان جالي أكثر من العرض لكن فضلت النادي الاتفاق طبعاً نسبة لي إن شاء الله يكون تحدي ليا وتحدي مع اللعبة الموجودة هنا نحن نعمل حاجة كويسة إن شاء الله النادي الاتفاق لأن الوضع النادي الاتفاق فيه إن شاء الله ده الوضع الطبيعي النادي الاتفاق نادي كبير عنده جماهير كبيرة وجماهير عظيمة ومجلس محترم وجاس فني على أعلى مستوى ولعيب على أعلى مستوى الاتفاقية الآن جميلة عندها أعطيك وإكمال الله الله أنا طبعاً بشكر لعيبة كلها إن الواحد ظهر بالشكل الكويس ده ولسه إن شاء الله اللي جاي يكون أفضل بإذن الله لسه الواحد ما طلعش كل إمكانياته بإذن الله لكن الفترة دي الحمد لله أحسن من الفترة الأولى يعني الواحد برضو بيأخذ فترة لانسجام بلازم بيتعود على الجو المختلف لكن الحمد لله الواحد بنسبة كبيرة هو يتأقلم مع اللعيبة ويتأقلم مع الجو والحمد لله صار فيه انسجام في الملعب وفي التدريبات اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً يبذل قصارى جهده مع الاتفاق في سبيل حجز مقعد له ضمن كتيبة الفراعنة في مونديال روسيا من يعرف ربما تتسنى له الفرصة لرؤية نجمه المفضل ميسي في المونديال أما لعبه السعودي المفضل فهو أبتر من لايب يعني بس أنا اللي شفته على الطبيعة هو كان الشلهوب يعني لأنه جاي لايب معنا مباراة أو الدية في مصر فأنا بصراحة بحبه جدا عمصار الشخصي وقفة ناخيرة مشاهدين نعود بعدها للمتابعة في المرمى وفي المدرب التونسي بلو القاسم قاد أربعة فرق لدول المهترفين ويستعدوا لعادة الوحية في لقاء خاص مع العربي في سلسلة موندياليون المغرب كوماتشو يؤكد قدرة منتخب بلادي على تكرار إنجاز 86 حياكم الله من جديد في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى حقق الطاي فوزا مهما على ضيف الحزن بثلاثة هداف لهدف واحد بهذه النتيجة أصبح رصيد الطاي 242 نقطة في المرتبة الثالثة فيما تجمد رصيد الحزم عند 46 نقطة في المركز الثاني وشاروا إلى أن صاحبي المركزين الثالث والرابع سيخضان مواجهة الملحق مع صاحبي المركز الثالث عشر والرابع عشر في الدوري السعودي للمحترفين وصعد الوحداء للمرتبة الأولى بفوزه على النهضة بثلاثة هداف دون رت ليصل رصيد فرسان مكة إلى 49 نقطة نقطة تجمد رصيد النغضة عند 28 في المركز الحادي عشر بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الأخير التونسي جميل بلقاسم المدرب المتخصص بإصال أندية الدرجة الأولى إلى دور المحترفين السعودي بات قريبا من إعادة الوحدة من جديد الزميل أحمد الرائقي التقاه وسأله عن كلمة السر في تجاربه الماضية والحالية بالطبع من تونس معنا دربت عدتان ديها في تونس معنا دربت في الممتعسة تونس هم الأنديا اللي دربتها هذه محيط قارقنا سبت الحديد السريقسي أولمبيك الكيف بعدين انتقلت في المملكة العربية السعودية أول فريق سنة 2001 دربت نادي ضمت بعد دربت لتونس مرة ثانية ودربت أربعة ممتعسة في تونس بعدين رجعت للمملكة العربية السعودية مع فريق وحد بعدين فريق الأنصار فريق الرياض فريق العروبة فريق القديسية فريق الاتفاق حالياً فريق الوحدة ستة موسم من أخيرة معناها ساعة تربعان ديها الممتعس والله السر الوحيد معناها هو من بداية الموسم معناها نحاول ننقل فلسفة متاعي للعبيد نزرع روح معناها بتاع انضيبات ومتاع نغرس في مروح الفوس السعود صحيح هو يتنسى بلي كان مدرب أول لكن من أساس جهود اللعيبة اللي دربتهم ويدرات اللي اشتغلتوا معهم كل الصاف اللي اشتغلوا معايا في البداية معناها اتفقت الاتصال الأول كان مع رئيس السابق أستاذ مرسي جيت من المكة وجلست اتفقنا على عديد النقاط منها أما هو كان معناها الهدف الأساسي ورجوع الفريق معناها المونتس لكن معناها مرور الأيام معناها عرضتنا برشة مشاكل منها خروج الرئيس وعدينا فترة بدون رئيس وبعد جاء رئيس فترة صغيرة وأخيرا جاء أستاذ محمد السفير فترة أخيرة معناها المهمة كانت صعبة في بداية الموسم معناها كنت على باب قوصيل معناها مش نغادر الفريق لكن بصراحة أمنت باللعيبة اللي عندي وحاولنا معناها نكونوا فريق بالمجموعة الموجودة تعرف أنت فريق معناها يبني مدرد يبني فريق بعدين يرجع يلقى مثل الفريق معناها ليش حق في لعب معناها ليش حق في الانتدابات معناها ليش حق في اللاعبين معناها أجانب ولا لعبين مواليد وروف مادية صعبة فتحدينا هذا الكل واتفقتنا واللعيبة معناها ليش نحاولوا معناها نوصلوا للهدف اللي يجينا من أجلهم وكوة أول اجتماعي ظهرت لهم اللي صحيح إذا كانت صعدت أنديها من قبل رأوا معهم الشأنة وحدي رأي صعدتهم باللعبين وصعدتهم معناها بمجموعة كاملة وطلقت منهم معناها بش يكون هذا الهدف معناها الأساسي بش نكلنا نشتغلوا على الهدف إذا مجتمع معهم غالباً معناها بعد كل مباراة ما تكون اجتماع مطاول شوية نتحثوا على المباراة السابقة معناها على الأخطاء اللي صار معناها الأشياء إيجابية والأشياء السلبية نحوضوا صلحوا ونتحثوا على المباراة القادمة ولكن في وصل أسبوع معناها تلقى ديما ما يتطاولش في الاجتماعات يكون شغل أكثر منه كلام عشت الفرحة مع كل فرق لكن على الورق معناها على الورق يقولنا أنا جيت الفريق العروب أنا قاه في المرتبة 12 وعندهم 8 نقاط وصعدت بيها في المرتبة الأولى اتكرت لي هذية مع القادسية نفس الشي جيت الفريق القادسية قيتوا معناها في المرتبة الثامنة التاسعة واللي صاحب المرتبة الأولى يمكن بعيد علينا أكثر من 15 نقطة عملنا مرحلة ممتازة من رحلة إيجاب على 15 مباراة فزنا 13 وتعادلنا ثم من هزمناش وكان صعود زي بسعب وما نستويش صعود ما فيه في الاتفاق جيتوا قيت الفريق في المرتبة التاسعة منهار معنويا وفنيا كانوا فريق أقرب للنزول درجة ثانية كانوا فريق بينوا وبين صاحب المرتبة الأخيرة خمسة أو ستريقات وبينوا وبين صاحب المرتبة الأولى 14 نقطة بصراحة كل الأندية اللي صعادتهم مهمة كانت سهلة كانت صعبة كثير بالذات لثة فريق هذوما هذه المنافسة كانت رياضية لعبنا في المباراة فزنا هنا في مكة وفيز عليها وفي الملعب متاحهم المنافسة الحق من نسبة الحزم والوحدة من أحسن فرق البوسم هذي وحاك تشوف حتى الحد الآن باقي ثمن المنافسة على المرتبة الأولى وإن شاء الله بالتوفيق معنى لي هو الكل مدرب معنى يشتغل ما شفت سنة لعب صراحة معنى حد الآن كل شيء ماشي على أحسن غيرام لاندي الكل معنى فماشي حتى مباراة الله هذا السؤال نحب معنى مهم برشا ونحب نوضحه بنا ولا فريق صعدته ما جدوليش كملت عقدي معهم وليت حرين كانوا عندي هنا يعني ثم عندي هنا كانوا يرغبوا فيه سواء في تولس ولا في دول أخرى شقيقة ما اتفقناش في الأمور المادية خيرتنا بش ما نجددش معهم مهمة المدرب في الدرجة الأولى أسعب كثير والدوري في الدرجة الأولى معنى بالنسبة لعمل مدرب صعيب أول شيء في الدرجة الأولى معنى بالنسبة لنا نحكي إذا كان أنا في الدرجة الأولى لاندي اللي دربتها مطالب بيش نساعده معنى أنت في الأخير مطالب بيش تنجح على 16 فريق يجب أن تكون في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية عكس في دوري الممتاز صراحة على مئة سنة يمكن تحصل مفاشا فريق ولا اثنين كما نقول الفتح ولا فريق آخر وباقي الأربعة لندية هما الكبار هما يلعبوا على المنافسة معنى أي فريق يدرب أي مدرب يدرب أي فريق آخر يكون فيوص الترتيب بالنسبة للنجح حاجة ثانية معنى دوري درجة الأولى تتعب كثير أنت أمكانيات اللعبة معنى سواء الفنية معنى أولا الزيد البشري وش نفسه اللي مشتوقاه في دوري الممتاز قيمة اللاعبين كما قلت بنسبة لأعلام بنسبة لكل شيء ثم فرق كبير إلى اليوم الرياضي في دقيقتين شهدت الرياض توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ومركز الملك سلمان للشباب من أجل إلهام الشباب ودعمهم وتحقيق الأهداف الوطنية المجتركة استقبل مجلس إدارة النادي الأهل المصري في مقره تركيا الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وأيضا الرئيس الشرفي للنادي القاهري حيث قام بتهنيئة اللاعبين بنيل لقب الدوري للمصري للمرة الأربعين في تاريخه شاركت ثنائي فيصل درويش وماجد النجراني في تدريبات الهلال الثلاثاء بعد أن انهي برامجهما العلاجية والتأهلية وذلك في إطار التحضير لملاقات القادسية الجمعة في الدولة فاز النصر على الاتحاد بستة أهداف لثلاثة في مسابقة الدوري الأولمبي والتي تابع الهلال صدرتها رغم هزيمته أمام الفيصل في الجولة العشرين أعرفت تدريبات نادي الرائد يوم الثلاثاء مشاركة الثلاثة محمد عطوى ومحمد الشريمي وأسماعيل بنغورا وذلك في إطار الاستعداد لملاقات الأهل الجمعة في الدوري أعلن نادي فياريال انضمام السعودي سالم الدوسري لمنتخب بلاده للمشاركة معه في مباراته الوديتين ضد أوكرانيا وبلجيكا نهاية الشهر الحالي في إسبانيا انطلقت في القاهرة بطولة تركيا للشيخ للعب الإلكترونية والتي تصل جوائزها إلى مليوني جينية من ضمنها نصف مليون لصاحب المركز الأول وتجرى حدثها حتى الخامس عشر من الشهر الحالي في فقرة موندياريون يلتقي الزميل محمد فضل الله مع عبدالجليل حدى كماتشو لعب منتخب المغرب السابق نتابع الجزء الأول وأنا أشكركم على طيب المتابعة وأستودعكم عبدالجليل حدى كماتشو والنسبة للمنتخل الوطني المغربي في الأول 86 و94 و98 يعني فترة ذهبية من 86 حتى 98 بأن جل لاعبين كانوا طموحين بس يلعبوا كأس العالم كأس العالم اللي غالية على كل لاعب اللي تتمني لعب فيها ولهذا تنتمنى الفريق الوطني المغربي مباريات في المشتوى في كأس العالم الروسي المنتخب المغربي في مجموعة ربما تكون قوية نوعا ما إسبانيا البرتغال إيران وأيضا المباراة الأولى مع المنتخب الإيراني يعني المباراة الأولى ضد إيران ما خصنا نكونوا دارينهم كما تيقولوا في فكرتنا بأن المنتخب الإيراني تاوى منتخب قوي اللي تأهل الإقصائية كأس العالم في المرتبة الأولى في في الجروب تاع إيران المباراة التانية ضد إسبانيا هذه تكون تايف في واحد المستوى طيب بأن جل العبن دي المنتخب الوطني عرفين المستوى دي المنتخب الإسباني المنتخب البرتغالي يعني لابنا معاه قبل وفزنا عليه ثلاثة الواحد في 86 إما لا نهجموه تفد كأس العالم 2018 2018 روسيا البعض يرى أنه ربما هناك تشابهما بين الكرة الإسبانية والبرتغالية وربما المغربية مع اختلاف العناصر ربما أو الإمكانيات للأفراد يعني المنتخب الوطني يعني عنده لعبين في المستوى وتيما رشوف في بطولة أوروبية الكل ولسي يما الناخب الوطني عارف المسؤولية اللي يعليه في كأس العالم اللعب تقارب بين المنتخب إسباني ومنتخب الفورتغالي المنتخب إيراني تهوى الفارق لغادي في المستوى طيب في الإقصائيات وهذه يعطي الكلمة دياله في كأس العالم روسيا مين تعتقد اللي ممكن يشكل الفارق مع المنتخب يعني جل المنتخبات اللي كأين في كأس العالم محترمة القروب ديال المنتخب الوطني مغربي يعني قروب منقوله فيه منتخب قوي ولعبين كبار يعني لما تشوف منتخب يلعب يلعب بلوك يلعب زماعي تنتمنى تكون النتيجة أحسن من غير اللاعب الفردي كيف ترى تعامل المدرب مع هذه المجموعة الحالية وهل تعتقد أنه سيدخل المونديال بتحفظ أم يدخل بطريقة هجومية ولعب مفتوح طبعا في الحال كما قلت لك في السابق بأن جل اللاعبين المغربة يلعبوا من أحسن الفرق في أوروبا كذلك كما طرحنا قبل بأن الدفاع هو رأس الحربة كما تنقول في المباراة دي المبارتين أو ثلاث مبارات اللي يكون في كأس العالم في روسيا تنظيم غير يكون تنظيم في المستوى بأن الناخب الوطني يعرف بأن اللاعبين دي المنتخب الإسباني تيمتاجوا بسرعة والليقة البدنية فائقة كذلك يركز على جميع الأزنيح الفريق الوطني المغربين بس يكونوا على حضار على المواجهب تاع إسبانيا وإيران والبرتغال الله يكبر الله يكبر الله يكبر الله يكبر الله يكبر فهذه الكلمة الطيبة أحسن من كل سنة الحال والله شكراً بزاف ونسيناً على الوليدات ونشوفك إن شاء الله على خير وقود واحد إن شاء الله الله يكبر اشتركوا في القناة